اشتركوا في القناة ضمن سلسلة متكاملة من مراكز الحجر الصحي الاحترازي ومراكز العزل والعلاج والمخصصة لاستقبال الحالات القائمة والمخالطين والمشتبه بإصابتهم بالفيروس وبالتوازي مع الفحص المكثف والعشوائي الذي تقوم به وزارة الصحة في مختلف مناطق المملكة وثمن معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة الدعم المتواصل من لدى جلالة الملك المفدة كما رفع معاليه الشكر إلى سمو رئيس الوزراء وإلى سمو ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على متابعة سموهما دائما لكافة الجهود المبذولة لفريق البحرين الواحد لتعزيز صحة وسلامة الجميع وأكد معاليه خلال جولته التفقدية أن مملكة البحرين لن تدخر جهدا في سبيل التصدي والقضاء على هذا الفيروس من خلال توفير كافة الإمكانيات والموارد البشرية المؤهلة وتشييد المنشآت الطبية اللازمة للتصدي لهذا الفيروس وصرح معالي رئيس المجلس الأعلى لصحة بأن انضمام مستشفى البحرين الدولي لشبكة الرعاية المخصصة للحالات القائمة يأتي في إطار الجهود المتواصلة لمملكة البحرين في تصدي الانتشار فيروس كورونا وبتوجيهات من صاحب سمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وفي هذا الإطار استمع معالي رئيس المجلس الأعلى لصحة خلال زيارة إلى شرح مفصل عن مشروع الوحدة الميدانية الذي سيدار من قبل الفريق الوطني بالتعاون مع وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية لرعاية الحالات القائمة الناتجة عن فيروس كورونا والذي يأتي ضمن استعدادات الفريق الوطني لضمان توفر كافة المستلزمات للتصدي لأية حالات وأوضح معاليه أن وحدة الرعاية الميدانية بالمستشفى الدولي شيدت في فترة قياسية وأصبحت مهيئة لمعالجة الحالات القائمة بالفيروس بعد تجهيزها بأفضل الأجهزة ووفق أعلى المستويات من جهة أخرى أثنى معاليه على الجهود الوطنية المباركة للتصدي لفيروس كورونا بقيادة سمو ولي العهد مشيدا في هذا الصدد بنجاح الحملة الوطنية في النخير التي تم إطلاقها تنفيذ لتوجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس مجلس أمناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية ونوها معالي الشيخ محمد بن عبد الله بحرص مؤسسات وشركات القطاع الخاص والأفراد على الإسهام في دعم الجهود الوطنية لمكافحة فيروس كورونا والتي تؤكد على الحرص الكبير على مصلحة الوطن وصحة وسلامة المواطنين والمقيمين ترجمة نانسي قنقر